أتقل لموضوع آخر من مدينة الكوت نشوف تأثير من خفاة درجات الحرارة على صحة الأطفال وكشون الأرشادات التي قدمها الطبيب المقتص في صحة الأطفال حتى أن نحافظ على أطفالنا من هذه الدرجات الحرارة المخافضة في فصل الشتاء مرحبا أهلا وسلم نحن برنامج أهل المدينة أهلا وسلم أهلا وسلم أهلا وسلم بالشرقي حليك الله نحن نعرف تأثير موجة البرد عليكم واتمعدكم أطفال نشوفك تراجع بالعيادة اليوم والله طبعا تأثير البرد يعني تأثير على الطفل يصار عنده فلاونزة تهاب بالإذن فهو أثر عليها موجة البرد أثرت عليها طيب ما عدكم طرق يعني تعرفتوا عليها من خلال الإعلام أو من خلال الأطباء شون تحمون الطفل من هذه الموجة مع البرد؟ يعني هو أثير الطرق الماشى يعني ما تخلي الطفل يطلع بره يعني يبقى بطن البيوت الطفل لا يطلع بره توفرنا وسال تدفئة وسال تدفئة نعم زين لأنني مشعب طرق القديمة وهذه الطرق الحديثة شلو والله ما جاء مشعب طرق قديمة ما تخليط عونا مثل يعني هي تدفئة تدفئة الطفل يعمل تخليط عبر زين ما تعتمد على بيبيتة على أمه ايه على بيبيتة شو تقول لكم عنه نطلعونا الطفل بره زين اهي وبعد شو توفر للمسالة تدفئة بالبيتة؟ يعني يدرطى الطفل دائما لا سأمي شيء سأمي شيء نعم نعم متمنى الصحة والعافية أشكرك أشكرك شكرا لشركة أشكرك حضرتك تراجع لهذا المجمع الطبي نعم ماذا تشوف أكثر الأمراض اللي إذا تجيه هنا شنو هم مشاكل؟ أكثر المشاكل هنا اللي لاحظتها الأمراض يعني هي تقريبا أطفال نعم أكثر شيء أطفال يراجعون عيون وفقرات ورجاجي الكبار كسور نعم أكثر الحالات اللي شوف زين تأثير البرد على الأطفال إيش نشوف أنت حتما تأثير البرد تأثير سلبي جدا نعم لأنه أكثر العوائل حالية مع الأسف وللأسف الشديد طبعا غير متحضرة أو متعلمة لما يحدثوا البرد للأطفال محتمدين على الوسائل القديمة اللي يحتمدون على البيبية وعلى أم الولد وهذه يدفوا ويدثروا وهذه وإنما يكون يعني تعليمات حديثة تصدر من وسائل الإعلام ومن التلفزيون والقنوات الأخرى تساهم بتوعية المواطنين وتوعية الناس لتفادي إلى أمراه يحمون نفسهم من البرد نعم ويحمون أطفالهم نعم والصحة الدائمة إن شاء الله لكل المواطنين شون شوفت هذا المجمع الطبي اللي تمسد تمبي حقيقة حقيقة خطوة جبارة وإدارة رشيدة لهذا المجمع وأشكر اللي سعوا والحكومة المحلية أو المستدنين نحن نجي من الأقضية والنواحية سأنا الجاي من قضاء بدرة نعم جاي من قضاء بدرة عندك أطفال أكيد عندي أطفال نعم نعم ويبيبيتهم أي ويبيبيتهم نعم زين شون علاجهم والهم فلاونزا نعم البرد عندكم أي البرد قار جدا خاصة في هذه السنة كان البرد يعني شديد جدا نعم حاجية نشوفوا ش تراجعين للطبيب مريضة لبنية مريضة وأجيبية للطبيب صار لتقريب 8 مرات أجيبها أشقد عمرها؟ سنة وشهرين سنة وشهرين شنو تأثير موجة البرد على أطفالكم؟ ولا باردة وإذا يضربوا من الهوائرة سنو يتمرضوا زين شنو الطرق اللي تحموهم بيها؟ شنو نلبسهم وما نسبحهم نخاف عليهم تخافون عليهم؟ زين شون طريقة تطفونهم؟ نسبحهم يعني إذا تجو يتفن خلي الصوبة بالحمام ندثرهم ننوهم نعم زين أكو مثلا أكو يعني أمراض لا سمح الله شفتوها جديدة على أطفالكم؟ لا أحدها شيء بس عدتها نقص كالسيوم نقص كالسيوم وين تأثيرها صار؟ وعدتها بطء بالنمو بطء بالنمو أضافة إلى البارد اي هساعدنا نشوفها منشولة لا ما منشولة بس هي أي شيء راشح يصير عدها؟ اي نتمنىها الصحة والعافية الله يسرمك يترك العافية الله يسرمك يترك العافية مرحبا أختي الله يسرمك يترك العافية احنا برنامجة المدينة القناة الشرقية احنا برنامجة المدينة القناة الشرقية فاطمو فاطمو ايش تشكو؟ امتنقى وعدها ضمور هي هام نعم امتنقى منهم للبرد؟ اي غير من البرد ايش قصار موجة تبرد عدكم هنا في وسط؟ تقبأ سبوع سبوع اي شون تأثيرها على أطفالكم؟ هم يتنقون من البرد وحاروا الجو وبرد وتنقون زينتم مش تتخذون من التدابير حتى تحموهم من البرد؟ صوبة ماشر والله هالنفطية بس الكهربائية نعم شون تأثير الصوبة النفطية حسيننا عليها؟ يعني يقول يتنق الصدر ش بدورينا؟ من الغاز مالها؟ اي الغاز واله ثانوك شيد كاربون اي نعم يقول تنق بس الكهربائية؟ اي هسا بس الكهربائية طيب بدان قطع الكهربائية شلون؟ ماش على خاف ماش على النفطية هسا جابت هالي الطبيب؟ اي الدكتور قاصم ان شاء عملي اي هل تشوفونها زينة؟ لا هل تأخذوها؟ لا والله لا اجيب على الحصاب لا يطوبوه من برد؟ اي من الصيدلية؟ اي ما اكل للمستشفاء لا مو هالقب مو هالقب بنات الصح والعاف الله يسلمك شكرا نعم دكتور مرحبا اهلا وسهلا استاذ صلاح الله يحييك احنا برنامج اهل المدينة وقناعة الشرقية اهلا وسهلا بيكم قناعة الشرقية الحبيبة الغالية قناعة كل العراقيين الله يسلمك دكتور نريد نسألك عن كيفية وقاية اهلا 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 من موجة البرد اللي اصابتنا مؤخرا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ما لا شك فيه بان موجات البرد من العوامل المؤثرة جدا وبشكل مباشر في صحة الانسان وبخصصة الاطفال اذا تقلبات الطقس والمناخ التي تعرض لها الطفل من درجات تغيير في درجات الحياة والبرودة العالية والامطار تسبب امراض لا سيما في الجهاز التنفسي للطفل وهذه الايام يمر البلد بموجة برد غير مسبوقة تقريبا وبعض العوالي الكثيرة تعاني من شحها في مستزمات التدفئة وفي مستزمات السكن الملائم او حتى طرق التدفئة نعم يعني حتى لم توفر عندها بس بي نعم نعم فالإرشادات والنصاح وأن المحافظة على جو ملائم للطفل وعدم التنقل به إلى خارج المنزل إلا للضرورة والكثير من الطفل السوائل الدافئة في حالة صابته بنزلة البرد أو الزكام البسيط ومراجعة تقرب مركز صحي الابتعاد عن استخدام الأدوية بدون معرفة سابقة بدون استشارة طبية إذن معظم العوائل يذهب إلى الصيدلية بدون أن يأخذ يطلب شراب قحة أو شراب الرشح أو شراب السعال وهذه طبعا غير مقبولة لأنها قد تأتي بنتاج عكسية والشخص عادة الموجود في الصيدلية أما صيدلاني وهو لم يدرس الطب الحقيقة معرفته باستخدامات الأدوية قليلة معرفته في تفاصيل عمل الدواء وليس في استخدام الدواء أو معاون طبي أو ممرض أو غيره فليست له الخبرة الكافية بل الأكثر من ذلك يعني العائلة تذهب إلى الممرض القريب من المنزل ويطلب أبرة مضمت أبرة للصخونة وأبرة للقحة وقد يترك الطفل يومين أو ثلاثة أيام فتسوح حالته بشكل كبير موسيقى نوعنا نعرفنا النّاس عادهم مع معانات كبيرة مع انخفاض درجات الحرارة ونحن نعرف أن نوعنا موجة البرد هي قاسية جداً على الجميع ونتمنى من النّاس أن يكونون أكثر حذراً مع موجة البرد وخاصاً للأطفال، يعني هكوا في القضية كل مهمة أنه الأدوية أيضاً استخدامها من غير وصفة طبيب تؤثر كثيراً على الأطفال هذه هي أيضاً توعية للناس لأنه حالياً محل يروح لطباء نتجة ارتفاع طبعاً أسعار الأيادات الطبية يرحون إلى أقرب صيدلية يعني يوصف لهم أي دول هذا البنادول والأكتفيد يعني موجود نحن لازم نهتم بشكل كبير بموضوع الأدوية الأدوية لازم لا يكون فيه متناول الجميع هناك وصفة طبية وهناك أسباب خاصة لكل مرض ودواء خاصة للمرض دعونا نهتم بأطفالنا قبل أنه لا نهتم بهم وهم مصابين بفيروس وقايا خير من العلاج دعونا نكون وقايا أفضل من العلاج وخير من العلاج باستبدام عد الطرق وهي خاصة أنه أعطاه فيتامين سي للطفل فتشي كله ضروري أنه دائماً كثيراً يعني أعطاه فيتامين سي هذه العصار البهجة التي تحتوي على فيتامين سي حتى بلتالي أنه يتجنب هذا الطفل أو نتجنب الطفل من الأمراض اللي كثيرة خاصة اللي هي سببها أنه موجات البرد الشديدة في العراء طيب